مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي نعم الرومي ممكن تجدو جليج رومي سمك ديرو رقيق سمك ديرو رقيق سمك طرفة ممكن رخيكم فيهم ١٠ سنتيم أو ١٥ سنتيم مهم يكونوا طرفة لا يكونوا جليجات كبار وإنما يكونوا طرفة هذه الجليجات كبار ما هي الميزة اللي فيهم هذه الجيهة اللي من هنا هذه اللي كانت تقطعوا عليها هذه ما كتدخلش الماء الماء ما كيتسررش كتكون نسدودة لليل بحر السباغة أما الجهة الأخرى كتكون فيها بحر الشكل ديال الكارويات هنا اللي كيلسق فيها السيمة يعني كتكون هي من الجهة الدخلانية حنا هاد الجهة يلي أدنا به هالغاراض ماشي الجهة الملسف لاحظوا أنه هنا يه السمك ديالو اش كيكون فيه كيكون فيه بحر الشكل ديال الطيم هادا طيمي كيكون طيمي يعني كيكون كيشرب الماء وكيخليه لواحد المدة يعني هادا 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 طريقة هادية وحقها رغي يعني ما ممكنشي فيديويات ولقال هالشي واحد رها مو بتكارة وبغيت نشارككم إياها هادا طريقة هي كالتالة هاد طريقة وهي انك تجيب روبيني ديال الماء انتم ممكن ما كتشوفوه وتعمر واحد البانيو وتشد هاد جليجات وتغطصهم وسط هاد هاد المياه ممكن انك تبيتهم كيبقى على طول النهار وهو بارد هاد ينمشي تشرب هاد الطين هاد ينمشي تشرب الماء كيبقى واحد المدة ديال النهار ولا يومين يعني شي حاجة ما شاء الله اذا طريقة هي كالتالية تخليوه تيشرب مزيان يعني هاد طين هاد يشرب مزيان واني كتحطوه الدكع عليها كتلقاه بارد ولكن هاد البرودة ما كتحييتش على طول النهار ولا يومين ولا حتى ثلثين اني ما كينشفش كيبقى بهاد هاد البرودة هاد اذا الطريقة هي كالتالية ما تجيبوش طروفة كبار اني جيبوغي هكا مورسويات علاش? باش الكاج مني انتبغو تحطوه في هاد الجليجات ماشي الفضالات ديالهم تبقى فوق هاد عزكم الله ماشي فوق هاد الجليج هادا خاص يكونوا فراغات يعني تكون جليجة هنا جليجة هنا جليجة هنا ويكونوا فراغات باش ماشي الى كان شي فزق ديالهم عزكم الله ولفضالات ممكن انها تطيح مبين هاد هاد الجليجات هاد اذا هاد جليجة غادي تشدوها وتحطوها في وسط الكاج هما غادي بدو يستكشفو فيها بالاول ومن بعد غادي تلاحظو انهم كيطلعوا فوق منها وقد عجبهم بورودة ديالهم هاو كيتحسس فيها برجلية هاو طلع فوق منه لابا هاد هاد البرودة اللي كينا فيها الجليجة را كيبقى هاداك الارنب كيبقى يعني كتعجبوه هاداك البرودة وكتعطيه واحد شوية ديال ديال يعني الحرارة الباردة يعني واحد اذا كان الارنب ديالك مغلوب مغلوب ممكن انه يطلع فوق هادا الجليجة ويتجبد فوق منها ويبقى تماغي واحد خمسة دقايق بحرن نقوله شكل ديال الكمادات يعني المريض منك يكون شي واحد مريض اللي يحفظ اشنو كيديرك وهاد الشراء كينصحبيت الطبيب كيقولك دير الكمادات على الجابين ديالك هاد طريقة هادي بمثابة الكمادات يعني تمو كيطلع كيتلع فوق منها ورهم كيرتاحوا يعني كيلقاوا بالليراكينة واحد البرودة كيطلع معهم ولكن الخاصية اللي كينه في هذا الجليجهده انها النهار كامل هاد البرودة كتبقى فيها هادي هي قيدة باللي اللي كتشفت انا طريقة انان خدمت انا في هذا الجليجهده كتلنا يعني مني كان بغو نديره ااا يعني مني كان بغو نركبوه في الحي أو في الأرضية كان نبيتوه في الماء يعني كيشرب الماء زيان وكي يقب بحقيقة التصوحات من إنه بديتك يقيق تضيع دياقً له وخا كي يكون حرارة بزاف كنلقى إنه هذك جليج شد هذك البرودة من ثم ما جاتني الفكرة أنها أنا غالي نخدم هالأرانيك ديالي ورا لي ماشي خدمتها غي عن عام واحد ولا جوج ولا بلاتارا راسينين ونخدم فيها الطريقة هالي هنا اي حاجة كان بغي يعني ربحتها في المشروع ذيالي كان بغي نوصلها لكم كفكرة هاد فكرة رها بسيطة بصيفة ديرهم ممكن هاد جليج هذا انكم ماشي غادي تشريوها امنا غادي يكون عندكم غير سطح متالان الناس اللي داروا شي 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 دار ولا بنو شي دار وقالهم وطروفة دير الجليج هاد اطروفة دير الجليج ممكن انهم يستغلوه هاد الفكرة هادي ورا فكرة ناجحة مئة بالمئارة كتنزلهم درجة الحرارة على الاقل واحد درجة ولا تسات درجة الجسم دير احنا الى ادرنا التربية دي الانانب والخينة الحل اننا ندوز هاد الفترة ديال هاد الموجة ديال الحر لماذا؟ يعني فكرة بسيطة وكما قلت بصيفة ديرهم يعني ممكن انكم تديروا هاد الفكرة هادي والمادي ما يكون عندهم الماء ما يخطيهمش الماء وان شاء الله هاد الفترة هاد غادي ندوزوها ويعني ممكن ان هاد طريقة هادي تديرها سل الأمهات يعني الحوامل ممكن تديرهم هاد طريقة هادي رها كتخت اذا الحلقة ديالنا هي هادي كان مظن اني وصلتكم الفكرة عاودوا الفيديو وفهموه مزيان اشنوب غايت نقول المغزى من هاد الفكرة اه نازل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غالية بالدعم ديالكم ما تنسوناش بجرجان واسكوا على زر الجرس كي يصل لكم بجديد ديالي ان شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة